موسيقى هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين نرجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردي جري ديمشين توزي اللهب طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن موضوعين الموضوع الاول راح يكون عبارة عن حركة بسيطة تخليك تاخذ عدد لا نهائي من الاسماك بدون ما تتعب نفسك ولا حاجة راح تحصلها على الجاهز وموضوعا الثاني راح يكون افضل مكان للصيد اذا رحت هذا المكان راح تطلع ما بين المية الدولار الى المية وعشرة دولار في الرحلة الواحدة والرحلة الواحدة تعني تاخذ منك تقريبا عشرين دقيقة الى نص ساعة بالكثير راس مال هذه الهرجة كلها دولارين فقط فيلا نخش في المقطع اولا راح نبدأ بمكان الاسماك اللانهائية ورح يكون في منطقة الويندو الروك فوق مدينة الفالنتاين زي ما تشوفون في الجيم بلاي طبعا موضوعا راح يكون خلف الشلال وخلف سكة الحديد زي ما راح تشوفون الان في الجيم بلاي كل اللي عليك انك تتوجه لهذا المكان وفي هذا المكان راح تحصل التالي راح تحصل اسماك ميتة تحت الهوى الشلال فانت جمع الاسماك اللي تحصلها ورح تكون ثلاثة نجوم يعني تقدر تبيعها بالسعر جيد جدا طبعا هذا المكان صراحة اننا اروح له يعني واجهة مجموعة من اشخاص الكثيرين ايضا اللي يعرفون المكان هذا ويجون هنا يتقاتلون عليه فممكن انت وحظك يعني تحصل لك تحصل فاضي او مو فاضي طبعا بعد ما تاخذ الهوى الاسماك وتبقى اسماك جديدة ترسبن كل اللي عليك انك تبعد عن المكان وتحديدا راح تيجي هنا وتنتظر الهوى ثلاثين ثانية الى اربعين ثانية بعدها راح ترجع مرة اخرى لنفس المكان ورح ترسبن اسماك جديدة كل اللي عليك انك تاخذ هذه الاسماك وبكذا يكون مبروك عليك الاسماك الاسطورية هذه اللي ببلاش تعيد الكرة تعيد الكرة كل مرة كل مرة تسعيد الين ما تجمع ارباحك لكن زي ما قلتلك انا انه ترى هذا المكان راح يكون فيه مجموعة كثيرة مجموعة كبيرة من الاشخاص يعرفون هذا المكان فهذه هي طريقة تجميع الاسماك بشكل لا نهائي طبعا انا انصحك صراحة بالموضوع الثاني لانه راح يكون فيه فلوس بكثرة مرة وراح يعني راح يكون طراحة افضل طريقة لتجميع الفلوس الموجودة حاليا راح تكون الصيد طبعا اول شي راح تتوجه لي مدينة الفلنتاين ومن مدينة الفلنتاين راح تروح لي اللي هو الجنرال ستور زي ما تشوفون في الجيم بلي وراح نشتري اللي هو اللي هو الدود كطعم وراح تكون موجودة هنا خذلك عشرين حبة وكل طبعا كل خمسة بخمسين سنت فراح يكلفك راح تكلفك العشرين دودة راح تكلفك تقريبا دولارين طبعا ايضا اللي هو الفيشنج رود او اداة الصيد اذا ما كنت تعرف تجيب من وين تجيب اداة الصيد راح تكون من عند اه محل المتعلق بالصيد الموجود في المستنقع او هذه الحرمة زي ما تشوفون في الجيم بلاي اه طبعا الفيشنج رود راح تنفك معاك في الرانك رقم اربة عشر اه وراح تحصلها هنا اذا كنت رانك رقم اربة عشر وراح يكون سعرها اثنين وثلاثين دولار فلنحتاجه قبل ما نتوجه لمكاننا راح يكون اللي هو اللاي فورمز او الدود وايضا راح نحتاج اللي هو الفيشنج رود او اداة الصيد ولازم يكون الرانكك اربة عشر وراح تكلفك اثنين وثلاثين دولار طبعا حنا عندنا مكانين للصيد وكل مكان يقول الخير عندي كل واحد راح يجيب لك اسماك اسطورية وحنا راح نصيد نوعين من الاسماك حلو في سمك لونه احمر وفي سمك لونه بنفسجي السلمون والكالومهيد ما دريش المهم انه نوعين من الاسماك في مكانين مختلفين حنا راح نقدر نجيب عشرة كماكسيموم طبعا اعلى شيء ممكن تصيد اللي هو عشرة فبالتالي راح نصيد عشرة من الاحمر وعشرة من البنفسجي وراح نروح نبيعها ونشوف كم الارباح اللي راح نطلعها طبعا الاماكن راح تكون بالقرب من مدينة الفالنتاين وتحديدا في هذا الريفر راح يكون مكان اول الاسماك في هذا المكان راح يكون السمك اللون الاحمر وفي المكان الثاني راح يكون سمك اللون البنفسجي اولا راح نتوجه لسمك اللون الاحمر وراح نصيد منها عشرة من عشرة بعدها راح نتوجه للمكان الثاني اللي هو اللون البنفسدي أقول لكم شيء كل سمكة واحدة تصيدها راح تنباع بأربع دولار ونص هيا شوف كيف نقدر نجي منها عشرة طيب راح أعلمكم كيف تصيدون بطريقة ناجحة بنسبة الأشخاص اللي يعني ما يعرفون يصيدون أو عندهم إشكالية راح أعلمكم بطريقة بسيطة جدا وسهلة يعني طبعا أول شي راح تضغط الهوة اللون بعدها آرون بعدها راح نختار الهوة الفيشنجراد أو السنارة بعدها راح تضغط اللون ثاني وراح تحط فخ الورم أو فخ الدود بعدها راح تتوجه ليه الهوة الريفر أو الريفر أو النهر حلو قرب منه شوية بعدها راح تضغط الهوة إلتو كأنك تقنس بعدها راح تضغط الهوة آرون عشان يرمي السنارة جوا الريفر زي ما تشوفون في القيم بلاي طبعا انتظر إلين ما أحد الأسماك يمسك في الهوة الطعم لما تمسك السمكة في الطعم راح يجي يقول لك الهوة أضغط آر تو أو هوك ذا فش انت أول ما يجيك يضغط آر تو على طول أضغط بعدها راح تودي الهوة القير اللي في اليسار لأقصى اليسار والقير اللي في اليمين راح تدوره ثري سيكستي زي ما هو واضح في القيم بلاي فراح يقعد يسحبها يسحبها الشخصية إليه من يوصلها عنده وبكذا راح تصيد السمكة بطريقة ناجحة هذه هي طريقة تصيد بكل بساطة طيب الحين راح أعطيك نصائح بسيطة عشان تقدر تصيد بطريقة ناجحة حلوين أولا لما تحط الهوة السنارة وتكون ماسك السنارة شغل الهوة الإيقل آي عن طريق انك تضغط آر ثري وإلي ثري عشان يوضح لك أماكن الأسماك وتعرف تحركاتها بحيث انك ترمي اللي هو الطعم بجنبها حلو طيب سمكتنا في هذا المكان راح يكون لونها أحمر زي ما تشوفون أحمر وكذا طويلة وعريضة شوية فأنت حاول بقدر الإمكان انك ترمي الطعم جنبها بحيث انك تقدر تمسكها طبعا شكلها مميز جدا عريضة وطويلة ولونها أحمر فأنت شغل الإيقل آي إلين ما تحصلها أو تحصل أماكن تكاثرها فأرمي الطعم بينها على طول راح تجيك لهوة هذه الأسماك ورح تقدر تمسكها بنجاح تام طبعا إضافة إلى ذلك وانت يعني تصيد الأسماك راح يرتفع معاك الليفل معليش الليفل وأيضا الطاقة راح تزيد طاقتك ورح تكون أقوى من قبل يعني راح تلفل الطاقة ورح تزيد معاك دائرة الطاقة زي ما شفته في الجيم بلاي قبل شوية وصلت ليفل عشرة في الطاقة فقط من اللي هو الصيد طبعا صيد 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 ويعني هذا المكان ترى ما في له قروش يجي ناس يقتلونك ومجريش انت بفنك راح تقدر تصيد الأسماك ورح تطلع أرباحك بدون أي تعب طبعا من هذه السمكة الحمرة راح تقدر تجمع عشرة أسماك كاملة فحاول جمع العشرة أسماك بعدها راح ننتقل لمكاننا الثاني أو مكان السمكة البنفسجية بالنسبة للسمكة البنفسجية راح يكون شكل المكان زي كذا زي ما تشوفون في الجيم بلاي كل اللي عليك انك تتوجه للمكان وبعدها راح نبدأ بصيد السمكة البنفسجية طبعا أول ما تيجي للمكان ترى ممكن تحصل البحر ما فيه ولا سمكة ايش هذا تقول صالح ضحك علينا ها لا يا خوي انت أرمص النارتك أول مرة بعدها راح تبدأ تظهر الأسماك بكثرة ورح يكون منتشرة بكثرة جدا 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 يعني راح تكون مليانة وتقدر تصيد بالراحة يعني في هذا المكان راح تاخذ عشرة دقائق وانت مجمع العشرة على طول طبعا لون سمكتنا زي ما قلت لكم بنفسجي وشكلها تقريبا مشابه للي قبلها عريضة وطويلة ولونها بنفسجي فانت راح تبدأ تصيدها بكثرة شغل الايقل اي وصيد 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 مع التحديث الجاي يشيلون كثرة الأسماك هذه في هذا المكان فانصحكم صراحة تستغلونها يا أصحابي وعلى القال يعني تجمعو لكم فلوس وتشتروا لكم أسلحة حلوين؟ طبعا لما تصيد الهوى عشرة أسماك من السمكة الحمرة والسمكة البنفسجية كل اللي عليك انك تتوجه لهوى البوتشر أو الجزار في مدينة الفالنتاين طبعا وانت رايح لمدينة الفالنتاين صد لك حيوان كبير بحيث انك تقدر تاخذ الهوى لحمه وتقدر تاخذ الهوى جلده على سبيل المثال أنا صدت لغزال هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي أخذت الجلد وأخذت أيضا الهوى الجثة طبعا الجلد راح ينبع تقريبا بدولرين ونص والجثة راح تنبع بسبعة دولار نعمة إضافة إلى الأسماك اللي معانا طبعا لما توصل عند الهوى البوتشر أو الجزار الآن راح نبدأ ببيع الأغراض رحلتنا أو الأغراض اللي جبناها طبعا زي ما تشوفون أنا قاعد أبيع الأشياء الجانبية هذا بعته بسبعة دولار واللي بعده دولارين ونص واللي بعده بخمس سبعين سنت اللي بعده بأربعة دولار السمكة اللي بعدها قدرت أبيعها بثلاثة دولار ونص تقريبا والسمكة اللي بعدها بثلاثة دولار لكن هذه كلها جانبيات أباكم تركزون على العشرة الحمرة والعشرة البنفسجية كل عشرة راح تجيب لك اثنان واربعين دولار ونص يا جماعة اثنان واربعين دولار ونص في عشرة دقائق إلى العشرين دقيقة إذا مرة مرة نس ساعة فصراحة طريقة جدا جدا أسطورية إذا عشر أسماك تجيب لثنين واربعين والله ديم صراحة فلوس مرة ضخمة وفلوس يعني ما تتعفيها صراحة يعني استغلوها بقدر الإمكان وجمعوا فلوس واشتروا اللي تبغوا يا أصحابي يا أحلى مشتركين عندي طيب كذا وصلنا معكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك لايجيكم هدى الآن زيل لها بفراسكم يلا السلام عليكم